اشتركوا في القناة والمحكمة في هذا الصدد وذلك وفقا لحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الحماية المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون الحماية من العنف الأسري فضلا عن استخدامات التقنية في إجراءات الدعوة الجنائية والتي يمكن اللجوء إليها لشمول المجني عليهم والشهود بالحماية وذلك بما يجيزه القانون الوطني من استخدام الوسائل الإلكترونية في مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وسماع الشهود باستعمال تلك التقنيات هذا وقد وقع النائب العام على هامش الاجتماع مذكرة تفاهم فيما بين النيابة العامة بمملكة البحرين ونظيرتها بجمهورية أدربيجان في مجال التعاون القضائي لأغراض تبادل المعلومات والاستراتيجيات المبتكرة والمتعلقة بالإدارة الفاعلة للعدالة الجنائية وتنظيم التدريب المشترك وتبادل البحوث القانونية خاصة فيما يتعلق بتطويل الأنظمة القضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر